اهلا وسهلا انا الدكتور سام انا استشاري امراض بطنة واخصائي امراض الغدد الصماء والسكر وحنبدأ الاسبوع ده سلسلة محاضرات عن عضو الكلة او العضوتين يعني بمعنى اخر وحنتكلم شوية عن اشهر الامراض مش هنطول فيهم اوي ولا حنتكلم عن يوم كلهم لان ده كتير ولكن حنركز في الحاجات اللي معظمكم سمعتوا عنها او حتى لقدر الله كونوا اصبتوا بيها وكيف نتعامل بها دي وفي دلالتايتل ده هنبدأ بالكيدني ستونز او حصوة الكلة او ما يسمى الرينا الكالكلي حصوة الكلة مشهورة جدا ناس كتير عارفة ده ايه وفي منكم حتى لقدر الله قد يكون اصاب بيه بس ايه هو بقى حصوة الكلة ودزت مين اني بقى عندك حصوة الكلة الحصوة هي عبارة عن ستون تكوينه من المعادن المعادن دي احنا موجودة في الجسم طبيعي انتو اللي اللي لسه كان بيقولي انا باخد معدن حديد اللي باخد مكمل كالسيم انا باخد ماجنيزيام هي دي المعادن اللي هي بالانجليزي اسمها منرالز المعادن دي في الطبيعي موجودة في الجسم عادي ما بتضيقناش بتكون العزام بتكون كور الدم بتكون الهيموجلوبين ما في درر منها في العادي في بعض الاوقات اما زيادة في الاكل اما زيادة وزن اما بعض الامراض التبية وساعات ممكن بزيادة اخزان مكملات اكتر من اللازم ممكن المعادن دي تزيد اكتر من نسبة الافراز منها في الكلة لان المعادن في العادي بتتفلتر في الكلة الكلة زي ما انتوا عارفين وظيفتها مصفة مصفة ايه مصفة الدم يعني انت اللي بتاكله وبتشربه بيطلع منه بعض الرواسط بعض الحاجات من الجسم مش عاوزها تقوم تعدي في مصفة الدم اللي هي الكلة وتتفلتر منها المعادن والمواد الغير صحية بتنزل في البول ثم انت بعد كده بتخرجها خارج جسمك في بعض الحالات المصفة دي يا اما كترة المعادن بتزيد فيها المصفة لحد ما يتزنق يا اما ساعات تركيز البول يزيد جدا ويكون البني ادم مجرد مشربش مية كافية ويطلع البول لونه مصفر جدا جدا وحتى راحته تكون شوية مش لطيفة كلنا في يوم من الايام او اثناء الصيام او اثناء رمضان بنمر بالموضوع ده بس مش معنى كده ان كل واحد عمره خد حباية ماجنيزيوم او كمل مغزاءه بالكالسيوم او الحديد حاجيله حصوة كله احنا بنقول ان ده العادي بتاعها تمام حصوة الكله مش بالضرورة تكون جوه الكله حصوة الكله ممكن تكون في اي مكان في المنطقة المسالك البولية والمسالك البولية تشمل في الحالة دي الكله ثم ميجر البول ثم المسانة ممكن في اي حتة من دول تتكون حصوة الكله لو اتكونت وكبرت حجمها كبر ممكن ساعتها تسبب الالم المشهور بيها والم حصوة الكله لو كانت محشورة جوه الكله فالالم ده مشهور جدا بانه بيسبب الالم في اسفل الظهر اما يمين لو كان الحصوة في اليمين اما شمال لو كانت الحصوة في الشمال والواجع جامد جدا بيخلي المريض او يعني اللي بيصيب مش قادر يقعد على بعضه تلاقيه بيتنطط كده في قط الانتظار لحد ما يوصل للدكتور ساعات الالم بيلف ويوصل لحد المنطقة اللي قدام البطن عند السرة تمام المشهور في قلم حصوة الكله او الحاجة اللي المريض بيوصفها اللي احنا كده كترة وممرضات بنسمحها هناك نفهم من ده قلم كلا ان الالم موجي بييجي في موجات بييجي بكرمشة الكله عليها لان الكله بتزق البول فبتقفل زي العضلة القفلة دي الكرمشة دي تقفل على الحصوة تعمل الالم الشهير فالالم بيروح وبييجي بيروح وبييجي اسمه بالانجليزي fluctuating waves زي موجة البحر تمام من الاعراض المشهورة برضو لقلم حصوة الكله التبول اللي بيحرق حرقان في البول ساعات كمان بلون pink شوية او لون احمر شوية معناته ان في شوية جرح من الحصوة اما في المجرأ او في المسانة وده نزل شوية نقاط بول تمام كمان ممكن تلاقي ان ما فيش اي اعراض من الاعراض دي خالص وتلاقي المريض كل اللي بيشتكي منه التبول المتكرر الاحساس بانه عاوز يخش يتبول نفس اعراض مثلا البروستاتة المتضخمة فمش بالضروري انها تيجي بالقلم ولكن احنا بنتكلم بالصفة عامة طيب بما اننا قلنا ان المعادن هي اساس تكوين الحصاوي ايه هي المعادن المشهورة اللي بتعمل الحصاوي ونعرف منين نوع الحصوة دي ايه اول حاجة نوع الحصوة بتكشف عليها يعني لما تخرج من الجسم الحصوة دي بتخرج لما بتتخرج من الجسم اما بالتبول اما عن طريق جراحي فبكشف عليها نعرف على طول تكوينها هي تكوينها مايفرقش قوي في علاجها وحنيجي للكلام ده ليه ولكن للعلم اول معدن مشهور انه يعمل حصاوي في الكلا الكالسيوم مادة الكالسيوم اللي احنا كلنا بنحبها للأسنان والعظام ولكن هي كمان اكتر معدن موجود في الجسم فبالتالي هو اكتر معدن ممكن يكون حصاوي واشهر نوع من الكالسيوم الكيميائي الاوكساليت اوكساليت ده اصلا نوع من الكالسيوم بيتعامل في الكبد وبيمتص في الاكل والمساعد لامتصاصه الفيتامين دي فساعات ممكن يكون السبب اللي حصاوي الكلا زيادة قوي في الفيتامين دي مثلا امتى الناس اللي هم بيعملوا عمليات جراحية ساعات بايباس وساعات عندهم امراض وساعات بياخدوا مكملات فيتامين دي شوية ايه بالزيادة ممكن يعلي نسبة الفيتامين دي لدرجة ان امتصاص الكالسيوم يزيد جدا يوم الكبد يكون مادة الكالسيوم اوكساليت بالزيادة يتحشر في الكلا ويعمل حصوة تمام تاني مادة مشهورة جدا كلكم حافظينها وكلنا بنا بنسأل عليها اليوريك اسد اليوريك اسد من الحوامض اللي موجودة في اكل البروتين وبالاخص اللحوم وبتزيد في الجسم جدا عند فترات الاسهال وفترات يكون فيه سوق هضم او فترات الناس ممكن تكون لسبب او اخر بيكلوا الحوم كتير زي البودي بيلدرز وبتوع الجيم اللي هتيبني استيك لحمة هتنروح نضرب كباب نعمل اي سبب من الاسباب اللي يعلي اليوريك اسد في الدم ممكن يخلي ان تكوين الحصاوي في الكلا بتزيد حتى لو انت بتشرب مية كفاية لان هي عملية نسبة وتناسق تمام دول الحصاوي المشهورة في غيرهم وفيه لكن دول مش هنتكلم عليهم المهم ان احنا نفهم ان هي تكوين الحصوة من معادن وصاد كم المية اللي بتتفرز من البول يعني تكوين البول ما يكونش مركز كل ما يركز البول اكتر كل ما الحصاوي دي تزيد الرزق فيها وعشان كده هتلاقي كل الداكترا ومش بس الداكترا كل الناس امهات داكترا مدرسين كل يقول لك اشرب مية كتير اشرب مية كتير دي مش كلمة سمعناها من واحنا اطفال كده بتتعاد وتتزاد زي 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 يكنك بتحفظ اياه كورانية لا هي فعلا اشرب مية كتير عشان تمنع تكوين الحصاوي في الكلا دي من اهم الاسباب لان نشفان الدم او تركيزه بيركز البول العمل الوراصي العمل الوراصي بيلعب دور كبير جدا في حصاوي الكلا ومش عارفين ليه مش عارفين ليه لو حد في العائلة القريبة ام اب ام خال عم وصاب حصوة كلا فيزيد عندك النسبة جدا انك ممكن تكون تصاب حصوة كلا تالت حاجة انواع الاكل في بعض الاكل زي ما قلنا الاكل المملح قوي والاكل المليان بالبروتين كتير يزود نسبة البروتين واليوريك أسد في الدم وممكن يزود الحصوي الكلا تمام وعلى السيرة دي طبعا بعض الدايت فيه دايت كتير جدا بنعملها اليمين دول واحنا عملنا محاضرات كتير على الدايت سميهم زي ما تسميهم فيه بعض الدايت بتعلي نسبة البروتين في الاكل فطبعا طبيعة الدايت ده انه ممكن يزود معك حصاوي الكلا ثم التخمة مرض التخمة او البي ام اي العالية البي ام اي العالية دول الاسباب الاساسيين اللي احنا بنتكلمه طبيا بعد كده ممكن نخش بقى في الادوية والمكملات واللي الاخره لكن دول اسباب جانبية الرئيسيين هم دول نعرف ازاي لو عندنا حصوة كلا لو ما فيش اعراضه بس بنشك ان عندنا حصوة كلا نعمل ايه لو الدكتور شك او لو انت شكيت ان عندك حصوة كلا وحابت تتأكد كشف عند الدكتور كل ما تحتاجه اول شغلة بيعملك فحص دم فحص الدم هيبين لو في زيادة يوريك اسد في زيادة كالسيوم في زيادة معادن من اي نوع في شك فيها ان يكون منها حصوة كلا يوم يتم بعد كده بقية الكشف بتكوين بول ياخد الدكتور منك عينة بول ويشوف هل في ايه تراصبات من المعادن دي فيه يبقى نكمل الكشف بالاشعة الاشعة هي الاساس في انك تشوف الحصاوي في الكلا واشهر اشعة بتستخدم المقطعية الكمبيوتر توموجرافي اختصارها سي تي سكان كلكم عارفينها عبارة عن دايلة اضاءة كده كبيرة مش المقفولة مش المغناطيسية المفتوحة بينام المريض وتلف الكاميرا حواليها تاخد صور مقطعية بيبين على طول لو في حصوة وفين مكانها في بعض الدكتورة الشطار جدا 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 اللي هم بقى ايه متعلمين الصنار يقدروا كمان يستخدموا آلات الصنار ولكن احنا بنتكلم في العادي ثم في الأهل تمام؟ علاج هاي بقى طبعا العلاج عكس الحدوث يعني اساس العلاج حصوة الكلة انك تمنع حدوثها هي دي علاجها ولكن هنقول بسا انها جت فبتتقسم لعلاجين شطين حصوة الكلة الصغيرة وحصوة الكلة الكبيرة الصغيرة في العادي كده ما بتحتاجش علاج بصراحة مسكن بيجي لك المريض اه دكتور اه هو يتنطط لك في قط الاستقبالة وفي الطوارئ تيجي تكشف عليها تلاقي حصوة الكلة صغيرة تقوم تقول له ايه اشرب مياه كتير اديك مسكن خليك قاعد هنا عندنا لحد ما البول ده يعني يتحشر معاك وعاوز تخش الحمام تشرب مياه اديه من اتنين لاربع لتر مياه تقوم تتفلتر المياه والبول بيقل منه التركيز تخرج الحصوة دي وبتتسمع على فكرة في الطوالات اللي منكو عمره وصاب اقدر الله طبعا ربنا ما يجيب لحد حصوة كلا لما بتخرج في مجرى البول اولا بتوجع جدا في اخراجها وممكن يكون معاه شوية نوع قدام ثم بتسمحها لان هي فعلا معمولة من المعدن تسمع في الطوالات يعني تمام والمريض نزلت بالتكلب فهي يعني ده العلاج اللي هو اللي هو كان الحصوة دي صغيرة جدا طبعا في بعض الادوية ممكن نساعد على الكلام ده زي الفولوماكس والجالين مش مهم دول دي ادوية طبية احنا ده كاتلة البطنة ممكن نستخدمها في حالة ان حصوة الكلا دي صغيرة وإحنا حاسين انه مش محتاجين اجراء جراحي لو احتاجنا اجراء جراحي اول حاجة بنستخدمها حاجة اسمها ESWL تمام ودي كلمة معقدة جدا لأكسترا كوربرال شوك ويف لايسو ثريبسي عبارة عن جهاز صنار او جهاز زي الصنار بيخبط الكلة بامواج صوتية عالية البني ادم نفسه ما بيسمعهاش يعني انت بتقف جنب المريض ووهو بيتعمله العملية دي ما تحسش بحاجة عبارة عن جهاز بيتحط على الجلد يخبط الكلة بامواجات صوتية عالية تفتفت الحصوة يعني الحصوة الكبيرة تبقى حصوات كتيرة صغيرة ويخرجوا في البول فهي برضو لو هنجي نفكر فيها العلاج هي هي بس احنا بنسهل على انها تخرج بان احنا بنصغرها طب افرد ما صغرتش معمولة مثلا من معادن جمدة جدا ونقض نخبط فيها مفيش فقية بقى لازم جراحة وساعتها بنستخدم المنزار الصغير وبنخش نشوف مكانها فين بالاشاعة وبجراح في اللي هو المسالك البولية فاقل من عشر ده يخش بالبنج ويطلع الحصوة وانتهينا على كده هو ده كل ما تحتاجه انك تعرف عن حصوة الكلا طيب في اي حاجات ممكن تاخدها عشان تقلل حدوسها بالظبط اللي انا قلته لو عندك وزن زيادة تقلل الوزن تشرب مايا كتير كل يوم تقلل من اكلات اللي فيها يوريك اسد كتير زي اللحوم والبروتين والاملاع ثم لو بتاخد مكملات للكالسيوم ما تزودش فيها هتسمع دكاترة وانا من ضمنهم بضم صوته ليهم بيقولك لما تيجي تاخد مكمل الفيتامين دي والكالسيوم بيتاخد على فترات ثم راحة هتسمعني دايما بقولك خد فيتامين دي اه مفيش مشكلة املى الخزين ثلاث شهور ثم وقف وقف مش محتاجة تقعد تبالبع في الفيتامين دي للو نهار ومن الاسباب لان الكترة منه في الدم بتزود الكالسيوم اكتر من ما انت محتاج وريسك انه يعمل لك حصوي كلا هو ده موضوع حصوة الكلا باختصار هوقف على كده عشان ما زهقكمش شكرا لإستماعكم ولو فيها يا اسئلة بليز اتفضلوا